السلام عليكم و سهلاً إن شاء الله في هذا المقطع رح نشرح تحديات تغيق 20-23 الدفعة الثانية لأنه في هذه السنة كان فيه دفعتين الدفعة الأولى قد شرحناها قبل كده أو التحدي العملي CTF شرحناه والآن هذا CTF الثاني لدفعة الثانية طبعاً الدفعة الثانية هذه أختلف النظام حق الاختبار العملي وصد عبارة عن ثلاثة مسابقة CTF اليوم كان فهو في هذا المقطع رح نشرح التحدي الأول أو CTF الأول اللي كان من نوع reverse engineering mobile أو هندسة عكسية لطبيقات الجوال ممتاز فخلونا نخش بشكل مباشر على الحل طبعاً إذا أنت تتبعت المقطع الأول للدفعة الأولى وحاب أن أنت الآن تخش على المقطع الثاني لو نلاحظ أنه في الاختبار الماضي كانت التحديات على منصة فلاقي يارد أما هذه المرة ما كانت موجودة على منصة فلاقي يارد كانت موجودة على نفس نفس الـ next questions الآن بنتشوفها بصور طبعاً عندنا هنا في هذا الملف الأقسام كلها الموجودة في الاختبار أول من أنت تخش على الاختبار العملية أو CTF العملي لطويق الأول تبع عندنا هنا First Practical Exam بيرحب فيك وبيطلب منك اسمك ويميلك ورقم جوالك وبيقول لكم باشرة تبدأ في الحل ممتاز طبعاً من أن تصنيف هذا CTF أو هذا الاختبار الأول كان عبارة عن Mobile Reverse Engineering فكان في عندنا قسم الأندرويد هنا لتطبيقات جوال الأندرويد وعندنا هنا قسم الـ iOS لتطبيقات الآيفون أو تطبيقات الآيو اس ملوين وكان فيه برضو قسمين General Knowledge و Scenario Questions عبارة عن أقسام نظرية أسئلة نظرية وتجاوب عليها ممتاز فخلونا أول شيء نخش على أول قسم كان موجود فيه CTF اللي هو الـ iOS بداية في الـ iOS عندنا هنا الـ Intro هذا كان الـ Intro حق الـ iOS يقول لك Please download target application يخليك تحمل الملف اللي فيه تطبيق الآيو اس أو تطبيق الآيفون عشان تبدأ تسوي له هندسة عكسية وتشتغل عليه وتحل ممتاز طيب نخش أول شيء على أول سؤال أو أول تحديك موجود من قسم الـ iOS أول سؤال من قسم الـ iOS Application طبعاً لو نلاحظ كيف أنه المرصة مختلفة ما هي زيما لما كانت فيه Flagyard كانت عبارة عن أسئلة وتجاوب عليها هنا تمام أول سؤال قال لك Permission Identification List all the permission the app requests upon installation فهو الآن أعطانا ملف كمعاً هذا هو ملف IBA أعطانا ملف لتطبيق iPhone أو تطبيق iOS وقاعد يسألنا إيش البرمشنات اللي يطلبها هذا التطبيق طبعاً لما أقول لك إيش هي البرمشنات حق التطبيق نفس البرمشنات لما تتحمل التطبيق على جوالك ويطلب منك برمشنات لدخول الصور في الستوديو برمشنات لأن يكون في عنده List حق الـ Contacts اللي عندك برمشنات عشان نقدر يفتح الكام برمشنات عشان نقدر يشوف اللوكيشن تبعك فهذه البرمشنات اللي هو يبغانا نعطيه List لها حلوين فخلونا نمسك ملف IPA ونجيبه عندنا هنا في Linux نجيبه هنا عندنا في Linux هذا هو الملف تاز كده نجيبنا في Linux وين الملف راح أيو هذا هو تمام طيب أول معلومة عندنا مع ملفة IPA لو نجي نبحث What is لما انت تقعد تحل أي CTF دائما لازم تبحث عن أي ملف غريب يجيك تمام فمجرد ما نبحث عن What is IPA بيقول انه هو عبارة عن iOS App نوع تطبيق iPhone تمام فإذا شخص خش التحدي وكان لسما هو عارف مش هذا الملف اللي يحمله بشكل مباشر أول ما يبحث بGoogle دائما نخلي جوجل هو صديقك دائما ابحث بGoogle عشان تعرف تجاوب وتحل في سابقات CTF تمام فإحنا عرفنا الآن What is IPA وبارة عن ملف iOS الآن الهدف مننا نحن نطلع البرمش نحن التطبيق بداية ومعلومة أساسية لتطبيقات IPA وتطبيقات الإيفون وأيضا تطبيقات الاندرويد لملفات ABK التطبيقات هذه وهذا الملف هو بنفس الوقت عبارة عن الارشيف هلوين الارشيف اللي هو ملفات الزي آي بي والرار وكذا هو أيضا هذا عبارة عن ملف الارشيف هذا الشيء موجود على الـ IPA موجود على الـ ABK ملفات الاندرويد وحتى خارج هذا الموضوع حتى في ملفات الـ Word تراها عبارة عن ملفات الارشيف عموما الخطوة الأولى عشان نحاول نحلل في هذا ملف نحوله لملف الارشيف عشان نقدر نحلل ه على راحتنا نعدل اسمه بكل بساطة اسمه ملف .IBA بنحولها ل .ZIB عشان يصير الارشيف ممتاز الانصار معانا هنا الارشيف نقدر بكل بساطة نضغط عليه مرتين اللاحظ كيف نطلع لي هنا المجلد هكي التطبيق خلونا نفتح هنا على جنب نضغط عليه مرتين بيطلع لي هنا رانار .app نضغط عليه مرتين طلعت لي هنا الملف التطبيق ممتاز بداية نرجع للسؤال طبعا نصل لله نرجع للسؤال الطلب مننا طيب طلب مننا list permission للتطبيق هذا نبحث بجوجل برضو على السريع نقول where can I find permission برميشن تمام هذا permission .ipa ممتاز حلوين طلعنا هنا طيب قال لي how to get ios permission list from .ipa 5 يعني كل شي في جوجل طول ما يحتاج أنا أطلع حاجم رأسي فلننزل شوي تحت هنلاحظ أنه قاعد يتكلم لي هنا أنه البرميشن موجود في ملف اسمه info .p list فلنرجح عندنا الكالي linux لاحظ أنه الملف هذا هو موجود هنا ملف info .p list info .p list هو عبارة عن ملف في مجموعة بيانات عن هذا التطبيق فيه البرميشنات التي يحتاجها هذا التطبيق فيه مثلا هذا التطبيق يشتغل على أي إصدار من الجوالات إيش أقل إصدار يشتغل عليه إيش على إصدار تفاصيل كذلك تفاصيل عبارة عن عامة عن التطبيق مو خاشة بكيفية عمر التطبيق بشكل أدق الوين أو داخلة بالكود حق التطبيق تمام طيب الآن هو طلب مني أن أعطيه الـ list حق البرميشين فأنا يبغالي أشوف هذا الملف طبعا لو أجعل عند الترمنال هنا فوق ترمنال على جنب وخليني هنا سوي كليك يمين وبين ترمنال هير ممتاز لو أحاول أسوي كات لملف الـ info .blist هذا لاحظ أنه يطلع لي بصورة غير مرتبة يعني يطلع لي كده بشخافيط وما في شي مرتب وأنا المطلوب مني عشان أقرأ هذا الملف الـ blist أبغى أحوله لxml عشان يكون واضح عندي وأقدر أقرازين ممتاز فإيش يسوي الآن عشان أقرأ هذا الملف أنا أقدر رح أبحث بجوجل عشان يعني بكل تمام رحض قلت كتبت هنا اسم getHub عشان أبغى أحمل أداء من getHub ممتاز فمباشر نخش على أول رابط هنا هذه الأداء الموجودة عندنا الخاصة بملفات الـ blist أو خلونا blist فايل لسه خلونا نشوف هداها في رابط ثاني كنت أبغش أيو هذه تقريبا ولا لا هذه الأداء لن أفضلها طبعا هذه الأدوات كلها تؤدي الغرض لنلاحظ كأن هذه الأداء تفتحها لكن أنا أريد أن استعمل هذه الأداء الموجودة هنا ممكن تستعمل هذه الأداء وممكن تستعمل هذه الأداء في أدوات ثانية كثيرة لكي تفتح ملف الـ blist لكن نحن في حالتنا بستعمل هذه الأداء هذه الأداء التي ستستعملها xblist قال لي هنا في الأداء أنها بارعا lightweight blist editor هلوين يقول لك أنها support xml and binary blist files فخللو نروحينا عند release تمام لاحظينا عندنا في release هذي الأداء تدعم الـ linux تدعم windows تدعم الماك فعلى حسب إيش الجهاز تشغل عليه تمام يفضل أنت قاد تشتغل على نظام linux على جنب ما يكون نظامك الأساسي فحنا في حالتنا عندنا هنا linux أنا خليني أروح عند linux وأفتح هناك وحمل الأداء من هناك هذي موجودة عندي ممتاز نفس الأداء اللي حنا قبل شي بحث بجوجل طلعت لنا و نحمل الآن نضغط التحميل أقول show folder تحملت هنا قبل كذا فخليني أحذف ها هنا عادي تمام هذي الأداء أول ما أحملها مباشرة بسوي click main أروح عند properties واروح بعدين عند permission ممتاز بعدين بغطينا عند البروغرام allow this file to run as a program بقول الصح وأسوي close ممتاز الآن أضغط مرتين على xblist اللي لاحظ أنها اشتغلت معنا طيب الآن نرجع للي ملفات التطبيق تبعنا حق ال ios نرجع عندنا ملف اسمها info list البروغرام نستغرج منه البيانات حق البرميشن نسحب هنا لاحظ بكل بساطة طلعت لي كل البيانات حق هذا التطبيق طلعت لي اسم التطبيق البندل نام متفاصل جدا كثيرا فخلونا نبدأ نحل قال لي list all the permissions to have request upon installation فلو نركز مع بعض أنا ما أدري هل يمكن إني أسوي زوم عشان يبان في التصوير أكثر لكم ما توقع لو أقول لها font خلنا كبر الفون شوية أوكي لا too much فهنا صغر لك صغر شوية بس يكون واضح بالتصوير ممتاز طيب الآن أطلع إيش البرميشن اللي احتاجها هذا التطبيق فلو نركز شوية مع بعض اللحظ أنه في عندنا هنا عند الـ يقول app وحين برضو الثانية وحين برضو وحين لو ندور في باقي القيام ما سنلاحظ أنه في أي ثانية فكذا جاوبنا على أول سؤال عندما هتكتب هنا تكتب بكل بساطة أنه وكاميرا أنه هذا التطبيق الآن يحتاج وصول للكاميرا ويحتاج وصول لموقعك لو أنت لما تتحمل التطبيق هذا ممتاز فهذا كانت إجابة السؤال الأول متاز الآن نروح للسؤال الثاني لو لاحظة كيف الموضوع صار أسهل لنا الآن هذا السؤال الثاني راح قل لي App Identifier Find Out نكبر شاشة طيب راح قل لي Find Out and Confirm the Bundle Identifiers for the App فهو الآن يبغى the Bundle Identifier for the App أخلوين إيش ال Bundle Identifier هذا هو عبارة عن أو خلونا نبحث بجوجل بدل من أجاوب What is Bundle Identifier for مثلا IBA What is Bundle Identifier راح قل لي Bundle Identifier و Bundle Identifier is a unique identifier of an app an app ecosystem فهو عبارة عن زي l-ID زي الرقم خاص لهذا l-app عشان يكون هذا l-app يكون له رقم معين l-appl store يكون يعرف يحدد هذا l-app أطريق l-ID هذا تمام فلنو نجح klinux مكان ما نحن كنا طلعتنا القيام هنا وننزل ندور على البندل ID باللاحظة أن هذا هو موجود هنا هنا مكتوب له bundle ID خلنا أصغر الخط شوية لأنه غطى على الاسم شوية خلي 20 تمام اللحظة أنه في عندنا هنا cv bundle identifier type string value هذه الvalue com dot حاكمونا ما تحت في هنا يعني اللي كان يسوي التحدي استخف دم هنا شوية بس هذه الإجابة وانت بكل بطاطة تسوي click name عليها وتنسخها أو حتى تضغط عليها كده مرتين وتنسخها وتسلمها للسؤال هذا الثاني هلوين كده كده نحن 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 بعد الشرح عندنا السؤال الثالث من قسم iOS application راح قال لي OS version requirements identify the minimum required OS version for the app upon which it can be installed فقعد يقول لي عطيني أقل إصدار مسموح أن التطبيق هذا يتحمل عليه يعني عندك إصدارات لجوالات الآيفون أو iOS في إصدارات لهذه iOS فقال أعطيني هذا التطبيق كم أقل شي يتطلب عشان يتم تحميله فنرجع برضو لنفس اللي ست هنا عندنا نلاحظ الهاصل الان صار كل شي بسيط عندنا ندور على minimum requirement download هذه اللحظ رقم 16.0 هذه اللي جابة 16.0 فهذا كان إجابة السؤال الثالث 16.0 كل بساطة ممتاز رح لسؤال اللي بعده السؤال الرابع السؤال الأخير رح قاللي modify the minimum required version if possible please do some modification in the app source and modify the minimum required version to that that is valuable لأنني قاعد يقول لي minimum version قبل طلعته هنا حلوين عدلها لأعلى أو آخر إصدار من iOS وارفع لي الملف هنا أو re-upload modify the application رح قللي رح قللي ارفع لي الapplication كامل مو فقط الملف حق البي list تمام فلو نروح نشوف أول شي إيش آخر إصدار لل iOS خلني اكتب iOS release مثلا versions وطلع الليست هنا المفروغ تمام نلاحظ أنه آخر إصدار موجود من iOS هو 16.6 16.6 وهنا في عندنا كاتب لنا أنه المنمم هو عبران 16.0 ونضغط مرتين عليه طبعا هذا كل بالعداء اللي استعملنا في البداية عشان نقرأ هذا ونفتحه رح أعدل اللي 16.6 ورح أجي هنا عند الفايل وأقول سيف أو حتى أقدر أسوي ctrl s كذا تم التعديل ممتاز الآن بعد التعديل اللي أنا سويت على nfb list أقدر بكل بساطة أسكر هذا واسكر وأسلمه للمنصة هذه عجي بس أرجع من أنا لما سويت له اللي حولت الأرشيف وغيرت إلى آخر أرجع بكل بساطة ل ibi أسوي أكثر الخطوات وأرفعه هنا بكل بساطة أسوي له rebuild يعني فهذا كان آخر سؤال من أسئلة قسم iOS إن تتعدل بس البرج إذا ما قم شوية عدلنا لاحظ كيف أنه جدا بسيط استعملنا عدى مناسبة التحدي أو قسم iOS كان جدا سهل ما طلب بيننا التعديل في الكود أو كان فيه تطبيق أو كود معين عدله وشي لا كان كلها عبارة معلومة عامة عشان تعرف كيف تتعامل مع تطبيقات iOS ممتاز فهذه كانت نهاية قسم iOS لاحظ عند الأربعة سنة خلصناها الآن نقدر روح لقسم الاندرويد لو كان القسم الثاني هذا وكان قسم الاندرويد نفس السهل فأعطاني ملف EBK طبعا ذلك الملف كان IPA هنا أعطانا ملف EBK فهنا نقدر حتى نبحث بكل بساطة هنا أقول له what is EBK فايل لاحظ أنه هيقول لي عبارة عن اندرويد بكيج عبارة تطبيق اندرويد حزم التطبيق اندرويد الوين فنحمل طبعا قد حملنا الملف هذا هو الملف EBK طبعا بشارك معكم كل الملف هذي ممتاز خلونا بشكل مباشر نخش على التحدي الأول من قسم الاندرويد ابل هنلاحظ أنه كرر لي نفس السؤال الاندرويد راح قال لي اندرويد ابل راح قال لي Permission Identification List all the permissions the app request upon installation فنفس لما طلب مني بتطبيقات الـ ios انه اعطني البرميشن اللي احتاجة هذا التطبيق هنا جالس يقول لي انه اعطني البرميشن اللي احتاجة التطبيق الاندرويد هذا فبداية خلنا نسحب هنا ملف EBK هذا ملف EBK موجود عندنا هنا طبعا في عندنا طريقتين عشان نطلع البرميشن بكل بساطة عشان نطلع الاصدار حقه او البرميشن المطلوب لهذا الملف الـ AABT اسم الادا هذه الادا نستعمل AABT نستعمل هذه الادا طبعا عشان يطلع الادا تمام هذه منوين او منقدر بكل بساطة نستعمل الـ ABK Tool تمام الـ ABK Tool بكل بساطة هتسوي الـ D-Compile لملف الـ ABK عشان نستعمل بكل بساطة هذه الادا الـ ABK Tool هذه الادا ABK Tool تمام خلونا ننقش هاش نحل طبعا زي ما اتفقنا الـ ABK Tool عبارة عن ZIB برضو لكن نستعمل الـ ABK Tool الان هتسوي الـ الـ راح نلوح الـ Stop راح اقول ABK Tool أو ABK Tool طبعا هذه الادا نحل محملها لكن إذا انت محملها تحتاج انت تحط أمر App أو Soda App Dash Get Install ABK Tool ABK Tool أنا ليش شوية كلش فيها ما أدري لكن مو مشكلة طيب هذا الـ أكتب قدامكم عشان اللي بريحمل الادا ABK Tool وهذه الادا اللي بنستعملها اللي بنسوي لها لملفات ABK عشان نعدل فيها بعد التعديل وبعد ما نتخلص كل الأسئلة بنسوي لها rebuild فهذا الأمر اللي بنحمله هذا الأمر اللي بنسوي عشان نحمل عدات ABK Tool الآن نحن في الـ Desktop سأقول ABK Tool بقول D بمعنى D Compile وأعطيه اسم ملف هذا ملف تمام الآن بسوي D Compile لملف ABK مجرد ما أضغط Enter ألاحظ أنه بدأ يسوي D Compile للتطبيق عشان نبدأ هنا نعدل فيه ونشوف كل حاجة على راحتنا تمام فهذا هو الملف اللي طلع لي هنا مجموعة ملفات الآن مطلوب مني في السؤال أني أطلع البرميشين حق الاندرويد Application نحن ممكن نبحث في جوجل برضو لكن أخسر الوقت أنه كيف تطلع الإصدار حق ABK قلنا ممكن نستعمل الأمر وممكن نحن الآن بعد ما سونا D Compile نطريق هذي ملفين هذه الملفات هي معلومات عن ABK تقريبا حل كل الأسئلة الموجودة في قسم ABK أو Android فموجودة في هذي الملفين تمام فبداية نخلونا نخش على الملف هذا نقول Clear وقل لها ال S ضعط لي الملفات لو أجي أقول لها Android لاحظ أنه كيف Android Manifast هل لاحظ أنه نطلع لي هنا يعني بأنها مو واضحة بشكل كبير فخلونا ننسخ كذا على جنب عشان يمجينا نقراها كذا على راحتنا يعني عشان Online XML عشان يمجينا نقراها على راحتنا تمام هنلاحظ أنه هنا طلعت لي خلاص عشان نحن مات هذي قلنا طيب هذا الملف XML هنا لما نحن نبحث بGoogle بيقول لنا نحن نحن نحصل برمشن بهذا الملف أو نستعمل أدواء ثانية عشان نطلع البرمشن فبكل بساطة بعد ما طلعنا XML من هذا الملف سونا لو كات طلعت لي هنا output حق الآ أزاج أزاجتني الألانات فخل نستعمل واحد ثاني طيب هذه هي موجودة عندنا تمام هنلاحظ أنه بكل بساطة عندنا هنا Android برمشن Android برمشن نفس السهل اللي كانت موجودة عندنا في التطبيق الأول حق الآ آيفون أنه طلب مني هنا location وطلب مني هنا camera لاحظ هذه الثانتين لو انساخ كذا على جن هذه هي انساخ اللاحظ وطلب مني هنا Android برمشن camera وطلب مني اندرويد برمشن access location فبرضو نفس الإجابة التي أجبنا في iOS برضو نجاوب هنا في السؤال الأول من قسم Android إنه والله يبغى location وأيضا يبغى camera ممتاز نكمل في السؤال من قسم Android هذا السؤال الثاني قسم Android نفس السؤال سأقلي ونفس السؤال الذي تكرر في قسم iOS App Identifier Find Out and Confirm the Bundle Identifier for the app تمام طبعا لو نبحث بGoogle again بنطلعنا إنه Bundle Identifier أسول هذا كلير البندل Identifier بيقول إنه موجود هنا في الملف اللي اسمه APK Tool فأنا بقوله cat APK Tool اللاه هذا نفي عندنا هنا أو تقريبا كم موجود هنا النفس المنفس لأنا فيه هو هني أيوه هذا هو موجود عنده صب 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 هني أخلي أنا أبحث عن أرتب هذا أبغى بغى يكون واضح هنا خلي فك الفيديو والستيديو خلي يفتح معي الآن هذا كان حق الاندرويد هلا هذا فيه عندنا هنا مفترض الإجابة هق كوم هذه موجودة هنا فوق على اليمين هذا علق معي شوية ما ليش طيب لو لاحظ هنا هذه الإجابة بنفس من من أندرويد رح قلي أو المنيفست أندرويد رح قلي هنا اسم بكيج برعا .com .staffchallenge هذا هو .com .example .staffchallenge طبعا أنت بتستغرب بدقول هناك اسمها Bundle Identifier ليش هنا اسمها بكيج فلو ايجي هنا اكتب Bundle Identifier اسمه بكيج في الاندرويد نسميه بكيج في الايفون نسميه Bundle Identifier فنفس الملف اللي حين فكينا عشان نحل التحدي الأول أو السؤال الأول هنا قلي في عندنا هنا بكيج .com .example .staffchallenge فهذه الإجابة ما أنت تتسخ هذه وتروح تسلمها له بكل بساطة متاز طبعا هذه المعلومات تقول لها من بحث في جوجل بحث في جوجل قال أن المعلومات تدورها وتحصلها في ملف اسمها Android Manifest كيف توصل له تستعمل لادات الابk tool طيب لما توصل له ما اسم Bundle ID راح نبحث بحث 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 او package فنجي هنا مباشرة في السؤال نسلم له اللي احنا حصلنا الاسما .com هذا هو موجود هنا الاسما .com.example.ctf challenge app فهذه كانت الإجابة ممتاز نروح للسؤال اللي بعده او التحدي اللي بعده اللي هو كانت التحدي الثالث راح قال لي نفس السؤال اللي طلبوا عندي في ال-iOS راح قال لي identify the minimum required OS version ممتاز طبعا ال-minimum required OS version موجود عندنا هنا في apk tool لو لاحظين قتلون الاحنا cat هذا هو موجود عندنا من minimum sdk version 16 فكانت الاجابة لهذا السؤال عبارة عن 16 لاحظ كيف انه ما في الهندسة العكسية غالبا لازم انت تفكود وتحلي وتحاول تعكس امور معقدة اكثر لكن كانت التحدي في هذه المرة بس يريد يسوي الـ introduction للـ reverse engineering للموبايل ما يريد انت في امور معقدة فهذا وكان ال-minimum mystic version الموجود عندنا بالابكتول رقم 16 فإجابة السؤال هذا الثالث 16 تقول لها وكيف تروح لبعده تمام كذا جاوبنا سؤالين من ملف الاندرويد manifest وعندنا سؤال السؤال هذا اللي طلب مني من ابكتول تمام نروح الآن للسؤال الرابع اكيد زي ما انت خمت الحين السؤال الرابع للاندرويد نفس اللي كان بالايو اس انه بالله يقول لي عدلي المينمم ركوارد فرجن لهذا التطبيق لآخر اصدار من اصدارات الاندرويد تمام فلو نجي نعدل على الابكتول هذا كل بساطة لاحظ كيف انها فتحت معايا هنا الآن اعدله لآخر اصدار من الاستيقا فرجن لو لاحظ انه رقم 16 لكن المخصص لهذا التطبيق هو 33 ف ايش معنى هذا الكلام قلنا نروح نشوف آخر اصدار نكتب هنا stk versions و versions خلنا نكتب versions تمام نقوم هنا على اول رابط طيب وين ال رقام حلو قاعد يقول انه آخر اصدار موجود عندنا للاندرويد طبعا هذا اندرويد 14 بيتا ما علينا منه قلنا بالاندرويد ال version آخر اصدار عندنا اندرويد 13 اللي هو API level 33 فحنا نحن نجي نعدل ممكن في ناس خار بطاطر مفضل انه اكتب اندرويد 13 لكن لا انت بتتعامل مع API level 33 ثلاث 30 وهذا اخر اصدار من ال SDK version حق ال ملفات ال API حق الاندرويد وقل 33 وسوي لحفظ وعدلت بكل بساطة برعة مفكرة هذه عدلت وسويت ل control s وكذا سكرت كذا تم التعديل طيب هو طلب مني ان انا ارفع الملف فانا كيف ارفع الملف هل ارفع بكل الوساطة الى طبعا بعد ما احنا عدلنا هذا الآن نرجع للترميل هنا زي ما قلنا ان احنا زي ما استعملنا الابكي tool عشان نسوي لها decompile الآن بنستعمل الابكي tool عشان نسوي build نرجع زي مكان فحاليا احنا في الملف هنا موجود عندنا خل نرجع حين شوية لل desktop وروح اقول لها apk tool b وعطي اسم المجلد اللي فيها التطبيق هذا فمجرد ما اضغط enter اللحظ انه بدأ يسوي building للتطبيق بدأ يرجع لانه نحن نحن عدلنا لانه نرجع زي ما كان فالآن راح اقول انه احط لي في ملف دست لو اخش عند المجلد اخش عند دست لاحظ انه هذا هو الملف اللي او الملف هذا بكل بساطة ونرفعه للسؤال الرابح هنا السؤال الاخير من الاندرويد application section تمام كده خلصنا الجزئية العملية ل 2023 الدفعة الثانية هيبقى معنا الأقسام النظرية اللي موجودة عندنا هنا بقى عندنا الآن السيناري اللي كانت عبارة عن السيلة بكل بساطة يعني يعطيك سيناريو ويبغي يشوف نظرتك انت ايش هتسوي في هذا الموقف فقالت كلها أسئلة نظرية تقدر تبحث بجوجل تقدر تجعوب انت من عندك يعني يبغون يفهمون انت كيف تفكيرك وايش الأمور انت تعريفها وكيف مستواك يعني يعني احنا مراح نجاوب بس اوريكم انه هذه الأسئلة موجودة كاملة هنا بعض معكم تمام وعند بعدين القسم الأخير كان عبارة عن 20 سؤال عبارة عبارة عن سؤال عبارة عن خيارات يسألك سؤال ايش الهجم التي تفعل كذا تجاوب عليه تروح للي بعده 20 سؤال نظرية تقدر تجاوب عنها من عندك كانت أسئلة بسيطة او ممكن تستعيم بجوجل وقت الاختبار ما فيها مشكلة تمام فهذا كان بكل بساطة التوايق 20 اللي تفعل ثانية طبعا كل الموجود هنا في معسكر سابر اكستريم لوله هذا نصر في عندنا لوجو جديد وبإذن الله سيتم اطلاق المعسكر بشكل قريب في معسكر سابر اكستريم برضه اذكركم انتم تخشوا معنا على قروب التليجرام نخش نتعلم مع بعض سيتم ونتعلم من أمن السيبراني ونتطور مع بعض كده وصلنا لاختام هذا المكتع ننورونا بسابر اكستريم وشكرا ترجمة نانسي قنقر